قال من مدينة نصر لثقافة المدن الجديدة ثقافة الكمباونز إيه اللي حصل؟ والله زي ما بقولك يا عمر هي نبعة من حتى وإن لم تكن مقصودة أو مكتوبة ساعتها هو إنك بتبني دائما للمستقبل والاستدامة وشركة مدينة نصر الحمد لله قدرت عبر السنين هتواكب التغيرات اللي بتحصل وأراضيها كانت ممتدة للناس كتير ما تعرفوش أن أراضي مدينة نصر من أول يوم وهي كانت ممتدة لحدود التجمع أو القاهرة الجديدة فكانت تطوره طبيعي أنها تبدأ تعمر في المناطق دي مع الزحف العمراني هو على الدائري على الدائري بص أنا دايما بقول على الموقع بتاعنا ده ودي ممكن أكتر من أكتر حاجات اللي بتميز الأراضي بتاع شركة مدينة نصر الحديثة النهاردة تاش سيتي وصراي موقع عبقري تخرج على الطريق على طول تخرج على الطريق على طول أنا بسميها أصيع نصية في مصر أصيع نصية في مصر الدائري مع السويس تعجبني تعبيرياتك أيوة الدائري مع السويس أصدق مناطق عمرانة قريدي حتى النهاردة بوجود العاصمة الإدارية من تاش سيتي للعاصمة لأنك عاد طريق على طول فتطلع على طريق السويس ما فيش عشرين دياتبه في العاصمة ثم مشروع سراي اللي هو أصلا على بوابة العاصمة ودي ما كانتش حاجة في الحزبان يعني هو طول عمره على طريق السويس في موقع متميز وإذ بينا نفاجأ بالتطوير العمراني اللي حصل للعاصمة الإدارية فبقى مدخل للعاصمة الرئيسي من على طريق السويس الأولاني أو المدخل للعاصمة يبقى في طريق اسمه محور الأمل على حدود سراي مع تقاطع مع طريق السويس فمشاريع زي ما أنت يمكن نتعرض في التقرير حديثة جدا متراعي فيها تاني معايير المساحات المفتوحة الباركينج الصح الوحدات نفسها الابتكار في المنتج نفسه عندنا منتج الحقيقة قمة في الابتكار يعني في ناس كتير وأسر كتيرة عايزة تبدأ تعيش في الفيلا فعندنا بروديكت حلم الفيلا حلم الفيلا أنا بقول دايما حلم السلم إنه يبقى في بيت فيه سلم